مع ظهور الأحداث الأمنية وتنامي المخاوف بين سكان السويداء يصدر بشار الأسد قرارا يقضي بإعفاء محافظ السويداء واستبداله بمحافظ من طراز أمني يأتي هذا القرار بعد أرسال تعزيزات عسكرية من قبل سلطة الأسد إلى المحافظة التي تستمر فيها الاحتجاجات المطالبة بإسقاط سلطة الأسد تقول شبكة الراصد المحلية إن المحافظة الجديد أكرى محمد ذو خلفية أمنية يعرف بسجله الإجرامي في قمع المظاهرات واعتقال المدنيين بشكل تعسفي حيث كان أحد ضباط إدارة المخابرات العامة وشغل منصب رئيس فرع أمن الدولة منذ عام 2009 حتى عام 2013 وكانت له سجلات تتعلق بتورطه في اعتقال وتعذيب المواطنين في حلب بالإضافة إلى تكليفه بمهام قمع المظاهرات من خلال سجل محافظ السويداء الجديد يبدو أن سلطة الأسد تصر على تعزيز الجانب الأمني على غرار ما فعلت مع بقية المحافظات السورية التي احتجت ضدها وهو ما علق عليه أبناء المحافظة عبر فيسبوك التغيير الجديد يرتبط بأحداث عدة تشهدها المحافظة فمنذ إرسال تعزيزات عسكرية حتى الآن بدأت تلوح سلطة الأسد بوجود خلايا لتنظيم الدولة في السويداء ودعت القضاء على خلية في أحد أحياء المدينة في حين أكد أبناء الحي للسويداء 24 أنه لا دراية لهم بما حصل تتجه سلطة الأسد نحو الجانب الأمني في السويداء بشكل ملحوظ فيما يتمسك أبناء المحافظة بخيارهم السلمي مؤكدين استعدادهم للتصدي لأي مواجهة قد تفرض عليهم مواجهة قد لا يحمد عقبها إن وقعت ترجمة نانسي قنقر